موسيقى تقديرا لطلابها وكادرها التدريسي والإداري أقامت ثانوية حلب الخاصة حفلا لتكريم طلابها المتفوقين بالشهادة الثانوية وشهادة التعليم الأساسي وطلابها المتميزين خلال الفصل الدراسي الأول إضافة إلى تكريم كادرها الإداري والتدريسي لجهودهم التي بذلوها ليحصل طلابهم على هذه النتائج المتميزة تضمن الاحتفال العديد من الفقرات الفنية ثم قامت إدارة الثانوية بتكريم الطلاب والمدرسين بذكرى انتصار حلب حبينا نكرم طلابنا المتفوقين نحن اليوم في عنا أكثر من 200 طالب وطالبة متفوقة هالحفل هذا اللي شايفينه هو تثبيت لانتصار جيشنا العربي السوري لأنه لو لا تضحيات جيشنا العربي وتخريره لحلب ما قدرنا نحن نقوم بهالحفل هذا أبطالنا أبطالنا في المعارك كانوا وطلابنا كانوا بساحة العلم عم يقدموا وبيضحوا درسوا على الشمعة تعبوا لكن بالنهاية كانوا مصممين وكان عندهم إصرار أنه ينجحوا ويتفوقوا ومتل ما يكون شايفين هلا اليوم هذا هو تكملة للنصر اللي صار إن شاء الله بحلب أنا طالبة نور فلاحة بكالوريا عالمي 2018 جمعت 240 من 240 أنا طالبة علي بهلوان بكالوريا عالمي سنة 2018 طبعا جمعت 22.940 كنت المرتبة الرابعة وحافظت حلب أمد ألتقي 227 كله هذا فضل الله وسواعد جيش عربي السوري وشكرا جزيلا لكم أنا طالبة رفيف درغان جمعت 2391 إلى 2400 محمد حسن عبيدو الثامن على حلب جمعت 3268 إلى 3100 والأول عدرسي هناك نشاط طفلي مميز يقام لأول مرة في مدارس حلب هو يوم للثقافة العلمية والمكتشف الصغير أقامته وحدة السيدة مريم الخاصة بمشاركة تسعة طلاب من الصفين الخامس والسادس لعرض مشارعهم العلمية أمام زملائهم بعد أن قامت اللجنة العلمية في المدرسة بانتقائهم من بين باقي الطلاب كون المشارع التي قدموها كانت الأفضل والأكثر تميزا عن باقي المشاريع وحملت عنوين مهمة أحب الطلاب تعريف رفاقهم عنها بعد أن قاموا بجمع المعلومات عنها من شبكة الأنترنت كنشأة الكون والنمر المنقرض والميجالودون والديناصورات والاحتباس الحراري والعلاج الفيزيائي واعتلال الأعصاب والروبوت قد يشرف كذاها صحيح كريم صحيح أرض واسعة تتميز بالجفر باقيعون تألهم بعين فرزين قريب وماد واسعة طائف أبنى المتباق ظهرت فتاة ظاهرة كلما يبدو للعيان عميمة كثيرة عبارة شعة غادر العيش العيش التسعة غدى لهذا وقت الغدات فيتامينات ما الدعورية توجد في بعض الأطعمة قصة حكاية قلق مع أم الضيب تقام ببتدة البتدة قد يضيفون يقق تغريب واسعة لي تع contacting المنى حك هناك غد了 توقع وقت توقع تั้ن الأ biodiversity وترجم ترجم وترجم وقت وقت شكرا للمشاهدة 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 والعملية التربوية تسير بخطى رائعة جدا عندما نحظى بهذا العدد الكبير من أطفالنا وهم يتنافسون في مجال الحوار والبحث العلمي نحضر مشروع المكتشف الصغير طبعا جاء هذا المشروع استجابة للمناهج المطورة التي عملت عليه وزارة التربية التي تهدف إلى انتقال التعليم من حالة التعليم إلى حالة التعلم وحالة التعلم هي البحث من خلال أبنائنا الأطفال وتلاميذنا عن أسس وأساليب جديدة يكون فيها الطالب هو محور العملية التعليمية والتربوية ويكون هو الباحث وهو المستكشف وهو الذي يبحث عن المعلومة بعيدا عن حفظ المعلومة الأصم كما كان سابقا وبالتالي هذه الخطوة الحقيقة هي بداية لمشروع سيعمم إن شاء الله على كافة مدارس القطر للدلالة لنحقق الهدف المرجو من المنهج المطورة وهي أن نعود الطالب على أسهل البحث والاستكشاف وأن يعمل فكره وعقله وزهنه وأن لا يكون طفل متلقي الحقيقة نحن في أمس الحاجة إلى تطوير هكذا مشاريع وهذه التجربة إن شاء الله ستعمم على الكثير من المدارس لنصل إلى مرحلة من التمييز والإبداع لدى أبنائنا الطلاب لنكتشف تلك المواهب التي هي موجودة لديهم والعمل على تنشيطة والعمل على مساعدتهم في اكتشاف هذه المواهب ومساعدتهم بما يسهم في بناء بناء الإنسان البناء العلمي البناء الحقيقي والذي بالتالي سيسهم في بناء الوطن وطننا الغالي سوريا شاء الله يوم نحن مشروعنا المكتشف الصغير هو منطقي من خلال توجهات الوزارة بأنه نحن نشتغل على بناء جيل واعي هذا الجيل قادر بأنه يكون مكتشف ليبني سوريا الأعمار طبعا هذا الشيء من ضمن مناهجنا في عنا شيء اسمه المشاريع فنحن من بداية العام انطلقنا بأنه هذا المشروع عمم على جميع المدرسة وسوينا حضور أولياء أمور وانشرح أدنام أولياء الأمور إيش هو توجهنا بمادة المشاريع وانتقينا بعدين الطلاب أول انتقاء كان من قبل المعلمات فطلع عندي ستين طالب بعد الستين طالب رجع في عنا كان لجنة مقلفة بالمدرسة من الموجهة الموجودة والمديرة وبالإضافة لجنة علمية مقلفة من معلمات مختصين بهاي المواد قدرنا نصل لتسع طلاب بأنه مشاريع كانت بالقمة واللي هي اليوم أنتوا عم بتشوفوا لكن نحن برنامجنا ما رح ينتهي بس باليوم نحن عنا أسبوع هو هذا الأسبوع اسمه أسبوع المشاريع رح ابتداء من بكرة رح ينزل عنا طلاب مثلا الصف الرابع رح يقدموا مشاريعهم كل ياتا بطلعوا طلاب الصف الرابع ينزلوا طلاب الصف الخامس وبقدموا كمان مشاريعهم بحيث وحتى بحضور أولياء الأمور إذا كانوا بيحبوا بحيث عطينا لكل فلفل فرصة بأنه يقدم عن هذا المشروع ونتمنى لهم التوفيق ومنوعدكم إن شاء الله بأن يكون جيننا هو جين باني سوريا للأعمار بإذن الله اليوم المعرض لعنا اسمه معرض المكتشف الصغير أطفالنا اشتغلوا وتعبوا أثناء العام الدراسي قاموا باختراعات توسع ضمن خطة منهاج بزارة التربية وأشراف ونظموا الطلاعي البعث حبينا نعرض لتاج عملهم ليشوفوا شو أنتجوا تحفيز للغير والحمد لله يعني قدمنا لهم شوية تسهيلات وهنا الأطفال جدا مبدعين وكان النتاج أكتر من رائع لنحاول ننهي فترة من الآلام مضت وانتهت وبداية جديدة لنظهر الطفل السوري قائد مبدع بكل معنى الكلمة نتعرف عليك أنا الرفيق الطليعي حسن موسى كان مشروعي روبوت من علبة كرتون كان الهدف منه أنه يستطيع يعمل أعمال معينة ويخدم وطننا للحبيب رفيقة هون كمان نتعرف عليك وتحكي لنا عن مشروعي رفيقة أنا ثالثة رياج من واحدة السيدة مريم أنا كان الهدف من المشروعي أنه أظهر لحالي رفقاتي وكلهم شجعوني بشان أنا يشوفوني كل ياتون هن كان هون قاعدين عم شوفوني شو كان عنوان مشروعي؟ اعتلال أعصاب كمان رفيقة اسمك ومشروعي الرفيقة الطليعية نادرة صباح من واحدة السيدة مريم نحن كان مشروعنا عن موجب لغتي العربية ومشروع جماعي وكلياتنا اتفقنا وكنا صرنا إيد بإيد لا صار هالمشروع ونجح هون رفيقة كمان؟ الرفيقة الطليعية ملك صابوني واحدة السيدة مريم يسعدوني ويشرفوني أنه أكون عن ريفة الحفل وأنه أمضح من رفقاتي دايما وهن تعبوا على حاله نطون هالسنة لحتى يعملوا لقاء علمي كتير كبير ونحن كلها ياتنا إيد بإيد وإن شاء الله بنرفع اسم الوطن كلها ياتنا بعد عرض المشاريع تم تكريم المكتشفين الصغار وافتتاح المعرض العلمي المنوع والتي كانت جميع الأعمال المعروضة فيه من نتاج طلاب المدرسة وقد أبدعوا بتصميمها لتكون وسائل تعليمية يستفاد منها في الدروس وبعرض فني مميز لطلاب الطفولة الثالثة انتهى اليوم العلمي الثقافي يوم المكتشف الصغير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة